بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد تحذير مهم من الإمام علي عليه السلام لجميع المسلمين في شهر الشعبان من أول يوم الشعبان إلى آخر يوم الشعبان حول قضية مجالسنا وكذلك مع من نتكلم وحول ماذا نتكلم رجان استمع رجان استمعي مر أمير المؤمنين علي عليه السلام على قوم من المسلمين وهم جالسون في بعض المساجد في أول يوم من شهر الشعبان يخوضون في أمر القدر وغيره يعني عن الدنيا وما فيها مما اختلف الناس فيه وقد ارتفعت أصواتهم واشتد في ذلك جدالهم فوقف عليهم سلام الله عليه وسلم فردوا عليه السلام وأوسعوا له وقاموا طالبين منه الجلوس فلم يحفل بهم أي بمعنى أن هذه المجالس إذا أنت تجلس في مكان ليس فيه إلا كلام البطالين كلام أهل الدنيا بإسراف وإفراط التكلم بما لا ينفعك أبدا لا دنيا ولا آخرة هذه المجالس لا يحفل بها أمير المؤمنين علي عليه السلام ولا يهتم بها أمير المؤمنين علي عليه السلام فعندما وقف عندهم وسلم عليهم فردوا عليه السلام وأوسعوا له وقاموا طالبين منه الجلوس إليهم فلم يحفل بهم لم يهتم بدعوتهم أبدا ثم كلمهم بكلام فقال هذا يوم غرة شعبان سماه ربنا شعبان لتشعب الخير فيه قد فتح ربكم فيه أبواب جنانه وعرض عليكم قصورها وخيراتها بأرخص الأثمان وأسهل الأمور فأبيتمها رفضتم ذلك يعني نحن نقرأ الكثير من الروايات حول ثواب شهر شعبان من ناحية الصلاة التسبيح الذكر الصيام القيام لغير ذلك فإذا بالإمام علي عليه السلام يعتب عليهم ويقول بأن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب جنانه وعرض عليكم قصورها وخيراتها بأرخص الأثمان وأسهل الأمور فأبيتمها يعني مثلا عندما قلنا من سبح تسبيحا أو استغفر سبعين مرة في شهر شعبان وإذا بالله سبحانه وتعالى يوجب له الجنة ويغفر له ما تقدم من ذنبه ويحرم عليه النار ويجوزه على الصراط في بعض الأحيان لدينا الكثير من الناس يستصعبون ذلك وهو أمر سهل يسير سبعين مرة أقول أستغفر الله وأسهله التوبة وإذا بالإمام علي عليه السلام يقول بأن الله قد فتح أبواب جنانه بأرخص الأثمان وأسهل الأمور فأبيتموها وعرض عليكم إبليس اللعين تشعب شروره وبآياه وبلاياه فأنتم دائبا تنهمكون في الغي والطغيان تتمسكون بشعب إبليس وتحيدون عن شعب الخير المفتوح لكم أبوابه وكان هذا عتاب مولانا الأمير عليه السلام أي بمعنى أي مجلس سوف تجلس فيه في شعبان وتتكلم بغير الله عز وجل وذكر الله عز وجل أو بما ينفعك في الحياة الدنيا يعني بمعنى الرزق كيف أحصل عليه كيف أفهم هذا الأمر إصلاح ذات بين كلمات طيبات موضوعات ترد بالنفع عليك هذا لا بس هذه من المحافل الرحمنية والتي يحبها الله سبحانه وتعالى أما إذا تكلمت عن الدنيا بإسهاب هذه الأشياء التي ينشغل بها الشباب دائما وأبدا وكلام البطالين الغيبة والنميمة والكذب والاستهتار بالكلام والشتم والساب فهذه هي مجالس إبليس لذلك قال الإمام علي عليه السلام عرض الله سبحانه وتعالى عليكم الجنة بأرخص الأثمان وأسهل الأمور ولكن أبيتموها وعرض عليكم إبليس اللعين تشعب شرور وبلايا فإذا أنتم دائبون منهمكون في الغي والضغيان تتمسكون بشعب إبليس وتتركون شعب الخير المفتوحة لكم أبوابه لذلك الإمام علي عليه السلام لا يهتم بتلك المجالس ولا يحفل بها ولا يبارك بأهلها بل يكونون دائما تحت عتاب علي بن أبي طالب عليه السلام وهل أنت تتحمل عتاب علي بن أبي طالب وإعراض علي بن أبي طالب عنك وعن حياتك يعني أنت تتصور عندما تجلس في مجلس البطالين هذا الإمام علي عليه السلام يعرض عنك لا ينظر إليك ولا ينظر إلى حالك ولا ينظر إلى بيتك وأولادك هل تتحمل إعراض علي بن أبي طالب عليه السلام ولخاطر من وأي موضوع في هذه الدنيا مهم أمام إعراض علي بن أبي طالب عليه السلام عنك نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مجالسنا دائما وأبدا في شهر شعبان مجالس خير مجالس ذكر مجالس ترد علينا بالمنفع الدنيوية والأخروية الحلال إن شاء الله تعالى وأن لا نكون من أهل مجالس البطالين فيعرض عنا علي بن أبي طالب عليه السلام وإعراض علي عنه هو إعراض رسول الله وإعراض رسول الله إعراض رحمة الله سبحانه وتعالى عنا دائما وأبدا برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام